وكل العلوم الحديثة اللي أنا درستها على إيد أجانب وعلى عضوة في الفرد الأمريكية وعضوة في إما ووا ووا كل القصة دي والله الحمد لله يا رب زيبني علمت كل الكلام ده ملخص هذه الآية يعني إن الله لا يغير ما بيقوم حتى غيره وما بيأنفسه بس أنت تبقي شيء لهمهم ثانية واحدة ابنك وبيسمعش الكلام أنت عدد زعلان عليه ومش رايسمع الكلام أنا بحط لك بس المحاور أنا بحط بس المحاور علشان دي الآية دي إجابة على السؤال بتاع بسمع بس الماتي كده قفلتيها يا مالك أنا ما قفلتش حاجة خالص بالعكس نحن بنقول القواعد اللي هنمي عليها الحوار بتاعنا في الحلقة المركبة دي تمام؟ إحنا يهمنا مين في الحلقة؟ بسمع اللي بعتت لينا أنا بيسترح بيهمني اللي بعتلي ما تزعلوش ميني وأنا كمان وأنا كمان دايما نقول البطلة بتاعة القصة هي دي دي اللي لجأت لينا فعمرنا ما هنغزلها بالزبط فأنا عايزة أقول لبسمع ركزي في نفسك يعني إيه ركزي في نفسك يعني الوقت أنت بقى عندك وعي أنا فخورة أعايزة أقول لها أن أنا فخورة بيكي يعني أول رسالة أنا عايزة أوجيها لبسمع ركزي في نفسك أنا فخورة بيكي مش عارفة حطي مين واحد ومين اتنين فخليني أقول أنا فخورة بيك الأول وليه هقولك أنا فخورة بيك أنا مش بطبطب عليك لأنه الإنسان اللي يعرف يطلع بنقطة نور من كل الضلمة دي صح ويطلع ساوي شوية ده لازم مدربه تعظيم سلام طبعا لأنها كانت ممكن تبقى فاسدة زي باباها كانت ممكن بدل ما تسرق أو عندها 14 سنين وفيش حاجة اسمها سرقة في 14 سنين ده بيبقى حاجات نفسية فهي لما كبرت عرف التعبر يعني اللي عنده 14 سنين وبيسرق ده هو مش عالف يعني إيه سرقة أصلا يعني جملة سرقة دي مش واضحة طب الكبير اللي بياخد من جيب بابا أو موت وفكة مثلا لا الكبير ده موضوع فيه لك أنا بتكلمها هي بتقول أنا كنت بسرق أبا عندي 14 سنين بصي برضو تيجي تفوكي فبتلاقي زيادة فابتخديهم يعني ما جراش حاجة لا دي دهزار ما جراش حاجة يا ده عادي سه جيفوكي 50 جنيه لقيتهم بقو مية في إيدي سبحانكي رب وفكة بركة آه والله ستة بركة أيها